اهلا بحضراتكم من جديد زي ما شفتم اللقطات اللقطات المكسب الفوز النصر هنبتدي بقى القائنا مع وصهرتنا مع ضيوفنا طبعا ببتدي بكابتن عبدالطيف عثمان اللي من الحقيقة مشرفتنا في استوديو النهاردة اهلا بك يا كابتن والف مليون مبروك وبرحب طبعا مع نجم الفريق المحترف البلغاري في صفوف الفريق رزمير جورجيف ببتدي بك عبدالطيف يمكن الموسم كان طويل عندما بدأتوا تبقى لكو سنة تقريبا وكان فيه توقفات كتير يعني كلمنا عن الموسم ايه اللي حصل فيه التوقفات يعني الموضوع ده أثر عليكم ازاي احنا يعتبر البداية بعد ما رجعنا من الكورونا في شعر 7 اللي فات كان لسه ما كملناش الموسم القديم فكملنا الموسم فخلصنا تقريبا في أول عشرة خدنا فترة راحة مش طويلة وكملنا بعد كده الموسم المشكلة الكبيرة يمكن اللي قبلتنا ان احنا تقريبا كان كل لأسبوعين بينزل جدوى المختلف عشان ناس اصابات كورونا حاجات كتيرة جدا ما تشاب بتتأجل فده كان صعب جدا بالنسبة للفرقة في تركيزك ان انت بتفقد التركيز في وسط الموسم بسبب التوقفات الكتير ومشكلة تانية بالنسبة للأحمال للفرقة فالموضوع كان صعب جدا جدا على الجهاز الفني وعلى اللعيبة انها بتخش في التركيز وبتطلع من التركيز والأحمال بس الحمد لله يمكن يعني مجموعة الخبرات ومجموعة اللعيبة الحماس اللي في اللعيبة والفرقة بشكل عام المجموعة كاملة الحمد لله ده ساعد الناس تقدر ان ينهي الموسم بشكل كويس